اشتركوا في القناة اول شيء في ناس بتعلق وبتبعث لي رسائل انه انت بتشرح الابراج بطريقة تفصيلية وبتظلك تروح وتيجي وتشرح وتعلل ومن هالحكي هذا انك يعني بتظلك تحكي كأنك بتفهم ناس جهال اولا مش كل الناس بنفس مستوى العقل او التفكير في اشخاص عندهم معلومات عن علم الفلك وفي اشخاص تابعتني من البداية او من سنة او شوي هيكي صارت تعرف شوي عن علم الفلك فبتفهم علي مباشرة انا شو بدي اوصل الرسالة في ناس جداد في ناس اكبار في السن في ناس اميين في ناس ما عندهم علم ولا ثقافة في ناس اول مرة بتدخل في ناس دكاترة وفي دكاترة لغة في ناس اطباء في ناس علماء دين مش كل واحد بنفس مستوى الاستيعاب انا في طبيعتي لم باجي بدي اعلم او بدي ااجي اشرح ما باجي بعطي الكل بنفس المستوى يعني ممكن ااجي احكي مصطلحات وكلمتين ثلاثة وانتهى وخلصنا واللي بعده في ناس كثير رح تدوج من هذا الموضوع لانها ما رح تفهم علي انا ايش قلت فعشان هيك انا بحكي ببساطة عشان اخاطب جميع الطبقات او جميع مستويات الفكرية ما عندي هذا اقل مني بحكيش معاه وهذا اعلى مني فلازم انا اخاطب عقله لانه هنا انا بدخل في صراع انه عشان ارضيك انا بدي اخسر كثير غيرك فعشان هيك اللي بمل من هاي التفاصيل واللي ما بحب هاي التفاصيل وبتزعجه هاي التفاصيل اذا حاب يسمع برجه ويسحب حاله ويطلع الله يسهل عليه حاب يزعل مني وياخذ موقف وبرضه يطلع من القناة وعادي جدا وما يرجعش اسمعني ما عنديش اي مشكلة انا المشكلة عندي انا انه بدي انا ناس تعرف علم الفلك الحقيقي بدون زخرفاته بدون مصطلحاته بدون ما اوجع راسها باشياء هي ما بتعرفها صحيح انا بحكي اشياء بعد مرات بتكون غريبة او بشرح عن اشياء اللي هي مثلا اول ما بلشنا نحكي عن الزوايا الفلكية عن سعودة ونحسن الكواكب شوي ناس برضو ما استوعبتها بالكل وفي ناس لحد الان برضو بتسأل شو يعني فعشان هيك في التوقع اليومي ناس كثير بمختلفها في ناس مغتربي اساسا نسة اللغة العربية فاذا انا بدي احكي معاه بلغة عربية فصحة وبدي هذا ما بفهمنيش كمان لغة بلدي مش كل واحد بفهمها فعشان هيك مضطر اعيد باللغة العربية الفصحة شوي باللغة العربية الفصحة المبسطة شوي شوي برجع باللغة العامية شوي بحكي بلغة بحاول ادخل فيها بعض الكلمات من دول ثانية على اساسا هتكون ابسط ما يكون انه الكل يستوعب علي فاذا انت شايف حالك نابغة وما بناسبك هذا المستوى لا تابعني ما رح اغير اسلوبي عشانك هذا واحد اثنين في بعض تعليق طبعا هو انكتب ولكن في كثير ناس حكت لي عنه قبل هالمرة انه انت بتتعب نفسك على الفاضي لا يا اخي انا ما بتعب نفسي على الفاضي انا لو في واحد يسمعني اثنين ثلاثة انا مبسوط انا بتعب عشانه مش عشانه اذا انت مش عاجبك هذا الاشي انت عادي يا اخي عمل لبلوك يا اخي لا تابعني بس انا بتعب حالي لانه في ناس تستاهل اني اتعب حالي عشانهم وصلت المعلومة بس حبيت اني اختصر بالخمس دقائق هدول اللي دردشنا فيهم يعني ان شاء الله اكون وصلت الرسالة طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الخميس 27 الاول اكتوبر القمر اليوم رح يتنقل ما بين العقرب اللي هو الزهرة عفوا خلينا نحكي اوليش عن الزهرة اللي رح تنتقل اليوم ما بين العقرب ورح تروح على القوس وبرضو في نفس اللحظة القمر اللي رح ينتقل من الميزان للعقرب يعني خلطة كويسة وتغيير جيد بيعطي بعض الاشياء اللي منيحة رغم ان الزهرة في دخلتها رح تعمل زوايا تزديس يعني بتعطي قوة اكثر خصوصا للكواكب اللي موجودة في الدلو وخصوصا انه في الايام القادمة رح تنهي عملية التراجع فبتصير في قوة وفي ايجابية اكثر لوجودها رح نشرح عن تأثيراتها ان شاء الله القمر اليوم الان موعد بث الحلقة هو موجود في الميزان في منزلة الزبانية وهي الفساد والقطع والمشاكل ورح يمكث فيها القمر حتى تمام الساعة 27 دقيقة من صباح اليوم الخميس طبعا بتوقيت جرينيتش بتوقيت الاردن من زيد ثلاث ساعات يعني الساعة 10 و20 دقيقة صباحا بعدها القمر رح ينتقل ويصير في منزلة الاكليل اللي هي للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد طبعا هاي المنزلة ممتازة جدا وقوية خصوصا انه حتى على دخلتها على العقرب رح تكون فيها نوع من انواع الايجابية القمر موجود في الميزان الان طبعا تأثير القمر لما بيكون في الميزان فهاي الفترة افضل عاطفيا لتعزيز اوصار علاقة عاطفية يعني نالها بعض التوتر في الفترة الماضية فالان بالامكان تحسينها او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في اعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا ايضا اقامة حفلة وعادة تزين البيت او المكتب واقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عندنا زاويتين واحدة ايجابية واحدة سلبية الايجابية طبعا هي زاوية تثليث ايجابية راح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي راح تكون في تمام الساعة ثنتين وثمان دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة خمسة وثمان دقائق صباحا ابنه تم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كانها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تربيع سلبية راح تكون بين القمر وبين بلوتو وهاي راح تكون في تمام الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا تدفع بعض الاشخاص الى التسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الاخرين ممن حولهم من الاصدقاء وافراد العائلة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار زي ما حكينا بيبدأ الساعة خمسة وثلاث دقائق صباحا وبعدها بيستمر خلو المسار لغاية الساعة ثنتين وواحد وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن الساعة خمسة وثلاث يعني تكون عصرا هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء باي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار طبعا بدأت تم عملية انتقال كوكب الزهرة اللي رح ينتقل زي ما حكينا من العقرب للقاوس والانتقال هذا رح يكون الساعة 11 وعشرين دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيش يعني بتوقيت الاردن زي ما حكينا من زي ثلاث ساعات يعني الساعة ثنتين وثلث يعني قبل العصر والزهرة طبعا رح تضل في برج القاوس حتى يوم خمسة 11 خلال هاي الفترة طبعا رح يحسهم ووليد الزهرة انه في تحسن كبير رح يصير على معنوياتهم عثقتهم بالنفس على مظهرهم على جاذبيتهم بيشعروا انهم مرغبين اكثر وبيشعروا بقوة العاطفة وانجذاب افراد الجنس الاخر لا الهم بيستفيد معهم طبعا في وجود الزهرة في القاوس بيستفيدوا اللي هم اصحاب الابراج النارية فمنلاقي انه موليد برج الحمل بتجيهم طاقة عالية جدا ورغبات وخصوصا بتعاملهم مع الاجانب الاسد بالبيت الخامس لا له الامور العاطفية وعلاقته في الابناء وفرحة ومناسبات وبرضو في كثير من موليد برج الاسد ممكن يدخلوا بعلاقات عاطفية الابراج الهوائية مثلا القوس نفسهم زي ما حكينا انه مظهرهم ورغبتهم وتحسن على المظهر والحياة العاطفية عندهم الامور اللي لها علاقة بالارتباط اما بالنسبة الابراج الهوائية زي الجوزاء مثلا الجوزاء بيستفيدوا على مستوى الشراكة في منهم ممكن يرتبطوا او يدخلوا بعلاقة زواج او مصالحة مع ازواجهم بالفترة هاي او شركات مالية الميزان طبعا البيت الثالث بالتنقلات والاتصالات وممكن يصير فيه نوع من انواع التواصل والتعارف بالفترة هاي وبرضو بتعزز منطقتهم كل هذا رح نحكي ان شاء الله عنه بطريقة او فادلوا بتحسن الامور عندهم على مستوى السفر وامور لها علاقة بالاصدقاء والعلاقات الاجتماعية برضو بتعطيهم قوة جيدة طبعا اي شخص بينولد او انولد والزهرة موجودة عنده في برج القوس هذولا يعني ما بتكون القوة الرومانسية عندهم ما في عندهم اشي او ما بتبرز العلاقات الرومانسية او الجو الرومانسي او الامكانيات الرومانسية في العلاقات تاعتهم بس يعني اللي بصير انه العاطفة عندهم تيجي بشكل عفوي وبتعاملوا بعفوية بدون رومانسية اما بالنسبة لتأثير طبعا الزهرة لما بدخل على الكواكب فالآن بدنا نركز على كل برج حتى لو ذكرناه طبعا بالنسبة لبرج الحمل واللي طالعهم الحمل هذولا بيستفيدوا في امور الها علاقة بالسفر بالهجرة بالقضايا القضائية بالاتصالات البعيدة التواصل مع الاجانب الدراسة الجامعية كل هاي الامور بتكون ممتازة جدا حتى الاشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الاستراد والتصدير فكل حضوضهم بتنصب على اللي احنا ذكرناه وعلاقات ممكن تبدأ علاقات عاطفية من خلال هاي الامور او معارف مع اجانب او اشخاص خارج البلاد او اشياء من هذا القبيل برج الثور واللي طالعهم ثور طبعا اي ايش برج بذكروا واللي طالعوا طبعا بالنسبة لثور المال بيجي من شراكة او من تعويض او مكاسب مالية ممكن لهم قروض او ديون او اشياء مش قادرين يحصلوها بالفترة الماضية او بدهم دعم ممكن اموال او هدايا تجيهم من خلال شريك عمل شريك عاطفة يعني في دعم مالي جيد وان انفراجات مالية وممكن يسكروا الديون لالهم او يرتبوا بعض الامور اللي لا علاقة بديون او قرد او تسوي ما بينهم وبين بنوك كان في قضايا او كان في مطالبات مالية بالنسبة للجوزاء واللي طالعهم جوزاء بتتركز على الشراكة الشراكة بالعمل الشراكة بالزواج بالعاطفة في منهم ممكن يرتبط يتزوج يبدأ بخطوة جديدة للارتباط اكثر ممكن بعضهم يعزز علاقته مع زوجته مع زوجه اذا كان في بينهم مشاكل تصير مصالحة ممكن يرتبطوا موليد برج الجوزاء بالفترة هاي بتفتح لهم مجال الارتباط توقيع عقود جديدة او شراكات جديدة بالنسبة لموليد السرطان واللي طالعهم سرطان بتركز على العمل اكثر عمل جديد بينهمكوا بعمل جديد بطوروا من قدرتهم على الاعمال بالفترة هاي ممكن ياخدوا دورات او ياخدوا اصدقائهم يدعموهم بشيء معين الو علاقة بالعمل وبرضو جيدة لالامور الاشخاص اللي بتعالجوا من امراض معينة فالفترة هاي بشعروا انه صارت قدرة التشافي اعلى ممكن يجدوا العلاج المناسب لبعض امراضهم او تتحسن صحتهم ولكن بدهم ينتبهوا من شغلة اللي هي ارتفاع الوزن لانه الفترة هاي بتصير قابلية اعلى لارتفاع الوزن عندهم بشكل ملحوظ ممكن بلشت هي من فترة اسبوع ولكن راح تستمر فاللي بيعملوا دايت او بيحاولوا يحافظوا على كسمهم او على وزنهم ينتبهوا لغذائهم وينتبهوا للشهية في الاكل لانها راح تزيد بشكل كبير بالنسبة لموليد برج الاسد واللي طالعهم اسد الحض بيدعمهم بشكل كبير وفي حض راح يجيهم عاطفي ومالي فرصة برضو بتيجي للحمل خصوصا للنساء اللي بيرغبوا في الحمل بالفترة هاي فهاي فترة ممتازة جدا خصوصا اللي بكون عندهم صعوبة او بدهم علاجات فالفترة هاي بتفيدهم وبيستفيدوا منها بشكل كبير في منهم راح يدخلوا بعلاقة او يخطبوا او يصير في عندهم تطور لعلاقة لمرحلة الزواج يعني انفراجات جميلة جدا لموليد برج الاسد بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا كل شيء بيتركز على البيت بيتركز على العائلة هو اللي راح يتركز عليه بالفترة هاي على امور الها علاقة بالعقرات ممكن يشتروا بيت جديد ممكن ينقلوا من مسكن لمسكن او بيعوا مسكن لالهم ما يحصلوا على سعر ممتاز العلاقات العائلية فرحة او مناسبة عائلية خبر صار بيجي للعيلة برضو هاي الفترة ممتازة للامور هاي ممكن ولاد الطفل ممكن حمل برضو لانه البيت الرابع له علاقة بالامور هاي فبتتعزز كل الامور اللي احنا ذكرناها اما بالنسبة لموليد برج الميزان واللي طالعهم الميزان فهاي بتركز على امور لها علاقة بالسفر بالاتصالات تعزيز العلاقة مع الاخوة مع الجيران الدراسة اللي هي الثانوية او الاعدادية اللي هي الدراسة المدرسية ممتازة جدا حتى الحضوض بتدعم على مستوى امتحانات لموليد برج الميزان ممكن يكون في عندهم مؤتمرات يكرموا فيها او مناسبات او يناقشوا مشروع معين ويجي لصالحهم اللي بيشتغلوا على مستوى التجارة مستوى محل محلات صغيرة او التجارة المحلية احنا بنسميها هدولا برضو بيستفيدوا بشكل ممتاز جدا بالفترة هاي يعني تقريبا هو يعتبر من بروج الحظ لالهم او بيوت الحظ فالاستفادات كثيرة في منهم ممكن يسافر او يتنقل كثير او يشتري سيارة اما بالنسبة لموليد برج العقرب فطبعا بتتركز على المكاسب المالية المكاسب بتيجي على شكل هدايا هبات دعم مساعدات انتهاء الدين ممكن مثلا يجيك عمل اضافي في الفترة هاي تستفيد منه بشكل كبير اما بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس فهاي طبعا تعتبر من الفترات اللي احنا بننتظرها او بننتظروها كل سنة او كل شهر كل برج انه زهرة تزورهم طبعا الان هي موجودة عندكم فتعطيكم فرصة عاطفية ومالية واهتمام بالنواحي الفنية والتجميلية بتدعمكم بشكل كبير في منكم ممكن يفرح في شيء الو علاقة بارتباط او علاقة جديدة ممكن تتطور اهم اشي انه يعني تحسن الاختيار يعني ما تترك العواطف اللي تقرر عنك انه خلص الزهرة برضو اليك العاقل بانك تختار المزايا كثيرة والمكاسب رح تكون ممتازة اما بالنسبة لموليد برج الجدي واللي طالعهم الجدي فهاي بتفتح لهم عمل مع مؤسسات كبيرة او شركات كبيرة او حتى تكريم جائزة منصب ترفيع هذا بيت السمعة طبعا بدعمك بشكل كبير ويعزز كثير من طاقتك ففي كثير اشخاص من موليد برج الجدي ممكن انه يحققوا مكاسب رائعة جدا خلال هذا الشهر اما بالنسبة لموليد برج الدلو فبتركز على النشاط الاجتماعي والعلاقة مع الاصدقاء اصدقاء جدد معارف ممكن اصدقائهم يدعموهم في شيء معين او انهم مثلا يتجاوزوا صعوبات بمساعدة بعض الاصدقاء حفلات مناسبات يعني النشاط عالي جدا على كل المستويات فعشان هيك الفترة هاي ايجابية ممكن تستفيدوا من معارف كم فيها اما بالنسبة لموليد برج الحوت فطبعا موليد برج الحوت بتركز هاي على امور الها علاقة بالعمل فبتدعمكم بشكل كبير بتعزز امور الها علاقة بعمل جديد بمنصب جديد بمؤسسة عمل لدى شركة من الشركات الكبيرة الامور اللي الها علاقة بالبنوك مثلا اللي بيشتغلوا في امور الها علاقة ب يعني كل الشركات الكبيرة فهي بتعطين مجالات للعمل بتفتح مجالات كبيرة للكم علاقاتكم برؤساءكم بتكون ممتازة في منكم ممكن يكرم او يحصل على ترفيع او على تقدير ممكن تحصلوا على هدايا معينة او عرض جديد كلها بتصب على الوضع العمل للكم فهي برضو الفترة ممتازة جدا للكم طبعا الساعة عشر عفوا الساعة ثنتين وواحد وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيتش يعني الساعة خمسة وواحد وعشرين دقيقة بتوقيت الوردن القمر بصير موجود بالعقرب طبعا مجرد ما دخل القمر على العقرب فهي الفترة يعني بتصير منصير اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبي بشدة يا منكره بشدة بنشعر بالانتقاد والغيرة وحدته بيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء ضغط عاطفي محمد بوسعنا شراء بوليس التأمين وقراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم مغامرات واتخاذ قرار حاسم وشراء بيت بالنسبة للقمر بما انه موجود بالعقرب فاخلو المسار القادم رح يكون يوم السبت يوم تسعة عشرة بيبدأ في تمام الساعة ست وخمس دقائق صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة ثلاثة وثلاثة وعشرين دقيقة عصرا لا ينتقل القمر لبرج القوس اما بالنسبة للقمر بما انه القمر الان بدأ قمر هلال فالقمر الجديد هو يوم واحد في تمام الساعة اربعة وثلاثة وعشرين دقيقة صباحا بيصبح يومين نسبة الاضاءة خمس في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم ثلاثة وعشرين عشرة هي سعيد اليوم بنسبة خمسين في المية القمر في الميزان دي انتقل للعقرب حكينا انه ليوم تسعة عشرة اليوم القمر سعيد بنسبة خمس وعشرين في المية عطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم ثمنتاش عشرة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية الزهرة في العقرب بدها تنتقل القوس حتى يوم 15 طبعا اليوم هي منتحسة بنسبة 10% المريخ في الميزان حتى يوم 30 سعيد بنسبة 45% المشتري في الدلوب يتراجح حتى يوم 18 منتحس بنسبة 10% زحل في الدلوب يتراجح حتى يوم 11 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 18 واحد منتحس بنسبة 10% نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم 1-12 منتحس بنسبة 10% أما بلوتوف الجدي فهو في حركة أمامية لغاية يوم 29 أربعة 2022 هو الآن سعيد بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل برج الحمل وفي نوع من أنواع العصبية ممكن هاي العصبية الثير النفور من الأشخاص اللي بتعاملوا معك أو الأشخاص اللي حواليك فبندك تضبط أعصابك من ساعة ما بعد الظهر بتنهمكوا بعادة نظيم أموركم المالية وخصوصا الأموال المشتركة لا تهملوا صحتكم لأنه شوي الأجواء هي أفضل مما كانت عليه في الأيام الماضية لأنه تحرك القمر من المقابل تماما فبتلاقي الأجواء أصبحت أكثر تجاوبا معك بتلاقي أعمالك في الفترة هاي سدى طيب أهم شيء أنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعذر برج الثور طبعا بدكوا تنتبهوا لأن العمل شوي رح يبدأ بالتراكم عندكم الآن القمر موجود بالمقابل فعشان هيك بدكوا تنتبهوا لأعمالكم وبدكوا تنتبهوا لصحتكم بدك تكون منظم وتحسن إدارة عملك حاذر من الجدال مع المعاونين أو مع زملائك بالعمل أو الأشخاص اللي بيشتغلوا معك حاول أنك ما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل في عملك حتى لو اضطريت للعمل ساعات إضافية بدك تقوم بمهماتك على أكمل وجه طبعا لغاية ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بترغبوا في تعزيز شراكاتكم وعلاقتكم ما بينكم بين الأزواج أو ما بينكم بين الأشخاص شراكاء العمل مثلا ممكن تجد شوي لأن طاقتك بتكون ضعيفة والأمور بتكون معاكسة لإلك فممكن تتعقد بعض الأمور أو تطرأ بعض البلبلة عالج الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية حاذر القطيعة والدعاوى القانونية لأنه خصمك بهاي الفترة بيكون من قوي والعرقيل ممكن أنها تستفزك أو تسبب لك نوع من أنواع التوتر برج الجوزة بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من أحباكم والتفاهم معهم طبعا القمر في مكانه أبعطيكم إيجابية من الآن لغاية ساعات الظهر تقريبا فعشان هيك حاولوا تستغلوا الفرص الكبيرة اللي هي على مستوى الأمور العاطفية أو الفكرية الأمور الدعم لألكم فبتشعروا بالأمان والارتياح وبتغمرك العاطفة الجياشي أنت اليوم جريء وباستطعتك التعبير بطلاقة عن مشاعرك وعن عواطفك وهاي فترة ممتازة طبعا لغاية ساعات بعد الظهر بعدين بدك تركز أكثر في عملك لأنه بصير القمر في بيت العمل والصحة فممكن العمل يبدأ بالتراكم ممكن أن يتوكل لك عمل أنت ما تقدر تنجزه بالكامل فبدك تنتبه لصحتكم تنتبه لعملكم ممكن يصير أكثر من عمل في نفس الفترة فبتلاقي الأمور صارت صعبة وممكن تضر للعمل وقت إضافي أكثر بدك تدير بالك من المشاكل الصحية يعني إذا شعرت بشيء غير اعتيادي اتراجع طبيبك برج القوس بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية من الآن لساعات ما بعد الظهر أو ساعة الظهر تقريبا بدك تكون عنصر إيجابي ما تسبب النفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك بدك تتفهم الآخرين وتبقى هادئ احمي استقرارك الصحي ممكن تشكو من تأخير في المعاملات والالتزامات طبعا كل هذا لساعات ما بعد الظهر فجأة بتلاقي الأجواء تغيرت يعني من ساعات الظهر لما بعد الظهر بتتغير الأجواء فبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات حاول أنك تلطف الأجواء وحاول أنك ترجع العلاقات لطبيعتها اليوم يعني من ساعات ما بعد الظهر الأمور كلها لصالحك فممكن اللي كنت ترغبه بالفترة الماضية وكان صعب اليوم يتحقق وممكن تنتصر على كثير من الاعتبارات في بعض المسائل العالقة في الأيام الماضية أو كانت مستحيلة يعني بالأيام القادمة بيكون أسهل حلها برج الأسد بتنشط اليوم في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات والتنقلات ولكن بدك تحاول أنك تتكلم بهدوء وتوضح كل الأمور لتفادي أي التباس محتمل ممكن هاي الفترة توعدك هيك بامتحانات ناجحة مفاوضات ممكن تكون جريء بشكل كبير الأجواء بتكون مثمرة في كثير من الأوقات أو في كثير من التحركات يعني الحظ بيدعمك بشكل كبير طبعا هذا الأمر رح يظل ساعات ما بعد الظهر من ساعات ما بعد الظهر بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة ولكن بدك تتجنب توبيخ الأحبة أو لومهم أو انتقادهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية برج العذراء طبعا بتعيدوا ضبط ميزانيتكم وممكن تحتاج أحد أحبائك إلى دعم مالي أو معنوي يعني الأجواء تقريبا بتساعدك في بعض الأمور ممكن أنه شوي تحصل على نوع من أنواع الدعم المالي أو تحصل على مكاسب نظم أقصاتك وديونك ما تستخف بالفواتير الصغيرة وحاذر من المصاريف الاستشفائية في منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة اليوم أو يحل مسألة مالية طبعا في ساعات ما بعد الظهر بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الإختصاصك وبتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن مواقفك أهم شيء أنك ما تتردد بالتحرك برج الميزان بيطرق تغيير للأفضل على صحتكم وبتجدوا اليوم حلول لمشاكلك أو بتجد حل هيكلة مشكلة كانت شوي مأرقيتك وبتكون اليوم مقدام وبتنطلق من جديد في تصحيح الأخطاء بتتغير نظرتك للحياة وممكن هيك يعني يصير فيه نوع من أنواع التغيير لنمط أو للأسلوب اللي أنت بتتعامل فيه طبعا هذا كله لغاية ساعات ما بعد الظهر بعدها بتصير الإهتمامات لها علاقة بالمال ضبط الميزانية هو المطلوب لا تتهرب من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وما تبالغ بمصاريفك بدك تكون معتدل وموضوعي في النقاش والمساومة اليوم رح تهتم كثير للأمور المالية ممكن تظهر بعض المسائل الاستشفائية اللي تطلب منك يعني التدقيق عليها وممكن تحصل على مكاسب ولكن في ساعات متأخرة برج العقرب بتكن تنتبهوا أكثر لصحتكم واليوم ممكن تجد نفسك أو تجد نفسك في موقف صعب وخصوصا من الآن لغاية ساعة الظهر الأجواء ما زالت ضاغطة لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعة ما بعد الظهر فبدك تحاذر وتكون حكيم حاذر الكلام السيء حاذر التراجع الصحي لأنها هاي فترة فيها فشل خيبة أمل تعتبر فترة صعبة من ساعات ما بعد الظهر بتبلش يعني هي من ساعات الظهر بتبلش تطرأ أنه فيه تحسينة تستعيد حماستك وبتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك وبتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن لغاية ساعات الظهر تقريبا بتلتقوا الأصدقاء وممكن تتلقى عرض أو تجد نفسك في موقع مهم أهم شيء أنك تكون عند حسن الظن بك بدك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذروا الحوادث على أنواعها حتى الإصابات البسيطة في ساعات الظهر تقريبا بتكتنتبهوا أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير موجود في بيت متاعبكم فحاول أنك ما توقع على عقد وما تبدأ عمل جديد لأنها هاي فترة فارغة من الحظ حلل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب أمالك وحاذر من البلبلة والالتباسات طبعا وهدولة يومين وربع بدك تتحملهم تمشيهم بالطول بالعرض بشكل روتيني بحذر شديد لأن القمر مدامه بالعقرب معناته ضاغط بشكل سلبي عليكم برج الجديد بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم وعلى مصالحكم الاجتماعية اليوم رح تفرح لانفراج ملموس بترتفع عندك فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن اليوم تقوم بخطوة جريئة وذكية في نفس اللحظة يعني من الآن لغاية ساعات ما بعد الظهر بتتلقى إشارة إيجابية وهي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد العواصف في ساعات ما بعد الظهر بصير النشاط ما بينك وبين الأصدقاء بدروا لملاقات الآخرين في منتصف الطريق بيطمئن بالكم وممكن تجدوا حليفي دعم تصوراتكم أهم إشي إنك ما تستسلم وحاول إنك تكرر المحاولات طبعا ممكن تتلقى إشارة أو دعم من أحد الأصدقاء أو إنه يوجهك بطريقة ما بشيء أنت تستفيد منه برج الدلو بتنشغلوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة حاول إنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل بمسائل مالية وهموم صحية أو عائلية باستطاعتك بحث مواضيع بإلها علاقة بقرض أو تمويل أهم إشي إنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة في ساعات ما بعد الظهر بصير القمر موجود في مكان يعني إله هو حساس شوي له بيت السمعة فبتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ممكن تخضع لعدة تجارب مهمة أهم إشي إنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول إنك تقوم بواجباتك مهما كان حجمها بدك تحاول تقوم فيها على أحسن ما يمكن نقدم أفضل مستطاع الفترة هاي شوي فيها نوع من أنواع القلق والتوتر برج الحوت بتنهمكوا في إعادة تنظيم أموركم المالية وبدكوا تحاضروا من توجيه كلام جارح أو نابي أو بغير محله لأيا كان ممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم لا تخالف القوانين عشان ما تصير أنت المدان طبعا هذا التحذير من الآن لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة واللي عنده امتحانات أو عنده مقابلة أو عنده تناقلات حوارات مع أجانب يعني بيت قوي جدا بالنسبة لإلك بتصير اليوم هذا مناسب أو الأيام القادمة حتى بتصير فترة مناسبة لإجراء مقابلة أو اجتياز امتحان ممكن تبدأ عمل أو دراسة جديدة بعض الأشخاص طبعا هذول اللي بيبدأوا عمل أو دراسة جديدة وممكن تناقش أي موضوع بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض أي شيء ما بيناسبك لا تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخد تجربة جديدة في بعض الأشخاص ممكن تفكيرهم هيك شوي يوجههم باتجاه أمور إلها علاقة بالسفر بحب أشكر طبعا كل اللي بخوا معنا للنهاية ونقول لهم شكرا لإلكوا ويعني أنا عارف أنه في كمية أو في ناس مجموعة من الأشخاص بيسمعوا للنهاية طبعا شكرا للجميع احترامي وتقديري حتى للأشخاص اللي منتسبين وصديقتنا الجديد اللي انتسبت بالقناة شكرا لإلك وبرضو بشكر اللي بحط الكومنتات الكومنت لايك شير أي شيء بتعملوا شكرا لإلكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكرا للمشاهدة